تينا ولن يابنين رئيسة المجلس البلدي لمدينة إيمترا الصغيرة هذه في فلندا قتلت ومعها صحفيتان ما سأسبت وقبل دخولهن إلى هذا المطعم أطلق رجل النار عليهم فقاتلهم وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه ويعلق أحد السكان أعتقد أنه قريبا لن تسمح لأولادك بالتجول هنا إن وصلت الأمور إلى هذه الدرجة من السوء القاتل في الثالثة والعشرين من العمر أدين سابقا في أعمال عنف أما دوافع جريمته هذه فلم تعرف بعد لكن السلاح الذي استخدمه قانوني وهو بندقية صيد لكنها غير مسجلة باسمه